دكتور عبد الناصر كنا بنتكلم على جزئية مهمة قبل الفاصل وقبل التليفونات وهي دور الأخصاء الاجتماعي داخل المدارس لأنه أنا عارفة ومتأكدة وبشوف في مدارس ولادي في حالات كتير جدا بتحتاج متابعة نفسية وفي سن المراهقة وسن المدارس والأطفال الصغيرين خاصة إذا كان فيه مشاكل داخل البيت فهما بالفعل بيعانوا من مشاكل نفسية ممكن إحنا كأهل ما ننتبهش لهوي فعايزين نتكلم بالتحديد على دور الأخصاء الاجتماعي داخل المدارس ودوره مع الأطفال اللي بيعاني من مشاكل نفسية أعتقد قطيك الحالة الفاتية إنا إحنا كنا فيه برنامج تبع وصلاة التربية والتعليم اسمه التعليم أولاً عملها دكتورة سلم البكري بنعمل إيه؟ هم بيعملوا إيه أنا طبعاً بدي محضرة بس هم أم أمين بكل الشغل في الحقيقة الناس بيجيبوا الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين والمدرسين بيديهم فكرة عن الأبراد النفسية بيديهم فكرة عن إزاي تكتشفي أن عندك طفل مستليم مستليم على فكرة ممكن يكون مستليم نفسياً أو مستليم اجتماعياً بمعنى زي ما أنت كنت تقول من شوية مثلاً إزاي أنك أخصائي اجتماعي أكتشف أن عندي ولد عنده مشكلة في البيت مش لازم يكون مكتعب ومنهار لكن مثلاً أبوه يضربه مثلاً مثلاً أو جالك واحد في المدرسة مخبوط بحاجة لازم أنت كأخصائي اجتماعي تعرفي مضروب إيه ومين ضربه وهكذا دول الأخصائي النفسي أنه هو يكتشف بعض الأمراض اللي بتؤثر سلباً على أداء الطفل وعفكرة مثلاً كنت باشرح لهم السبت اللي فات ده عن مرض الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي في الأطفال نسبة كبيرة جداً وبيخليهم يبانوا فشلة يخليهم يبانوا أنه هو مش ناجح مع أنه هو زكي جداً هو بس ما بيقدرش ما عندهش القدرة أنه يقوم يجاوز بالضبط كده فبيطلع أنه هو شكله خايف أو أنه هو دخل على الامتحان في خايف جداً الخوف من الامتحان فبيؤدي أداء سيء جداً أو شخص كان متفوق جداً وفجأة مستوى الطفل ينزل بالضبط لازم ده عين الأخصائي الاجتماعي